سلام عليكم البنات مرحبا بكم معنا في حلقة خراغ جديدة على القناة القناة الأولى في المغرب اللي عندها مصداقية في الوصفات والهدف ديالها ماشي عوض عادل كبير من الفيديوات أو المشاهدات إنما إحياء وصفات الأمهات والجدوات واللي نتمنى 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 أنكم ما تفرطوش في وحدة منها وتعلموها البنيتات والحفيذات حلقتنا اليوم ميزة بأغلى متسبعات وأكيد جميع الوصفات عندها فعالية كبيرة في دقائق وساعات وهذا الشعر اللي ستكون لكم تبعوا معايا الحلقة لأنها فغامو 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 ستنفع بزاف ديال السيدات خاصة الناس اللي عندهم مشكل ديال برضو كذلك عندهم مشكل ديال الأمراض النسائية اللي للأسف الشديد كانت تهونوا على بزاف ديال الأشياء وما كانت ديروش وصفات طبيعية حتى كيوقع اللي وقع وكنوليو في دوامة للا نهاية فيها بالنسبة للحلقة ديالنا ديال اليوم نسائية 100% وخاصة كل مرأة ديالها منورة دورة وكذلك حتى بالنسبة للعيارة اللي قربوا السن ليأسوا كيعانيوا من المشكل ديال الكربة والسهدى وما بغاوش ينقزوا هذك تنقيزة للأسف الشديد كتكون مدربة صحة لمرأة يجربوها قبل ما يوصلوا للخطوط الحمراء وخابينيو بينكم كنقول لكم هذك سين رهسين زمين لأنه أول شيء كيكتمل فيه النطج ديال لإنسان وكذلك كيكون خدم جمعات ديال تجارب من الحياة دون أن الحياة كتبدأ تبان قدامه وردية وأكيد أكيد أكيد كيكون كبرويداته وبنيتاته وما تكيب قاليه إلا يعيش كل دقيقة في حياته وكذلك بالنسبة للوصفة ديال اليوم خاصت ديرها كل سيدة من ورى النفاس غير هيك أنا عاود نأكد عليها من ورى ما تكملي أربعين يوم من بعد الولادة ولكن خذيها بمقادر معين وأكيد تبعي معي هذ نصائح باش ما تحرش لك لحليب قوت وقعي فيما لا يحمده أقباه كيف دائما كنقول لكم بالنسبة العالم الأعشاب هو عالم دقيق خاصة تكون عندكم بهديراية ومعلومات قبل استعمال أي وصفية لبنات إيوان بتوعى البركاتي له بالنسبة لأول مرة كي يشوفوا القناة ما نساش أني نرحب بهم كيف ما رحبت بكم أنتما أول مرة اليوم وصلنا لـ 113 ألف أبوني هذا الشرف كبير لنا في الضرف ديالسانة ونصف تقريبا ونتمنى ونتمنى وإن شاء الله بإذن الله نوصلوا لمليون أبوني وعلاش الله ونفرحوا جميع وتسالوني البسطة لديل دقيق المرة وسمحوا لي يا لبنات إلك الفيديو فيه الهدرة كثيرة والله العلي العظيم وما تسالوني حلوف المتنفس الوحيد اللي عندي وعندكم هو اليوتيوب اللي ماشي الأهم منه غير الوصفة إنما الأهم هي ندوزه أحسن لحظة وكذلك نجمعه مع بضياتنا واللينا ناس وحباب وعائلة وإن شاء الله بإذن الله نتشوفوا قريب في إحدى المناسبات اللي غادي نكشفوا عليها في القناة إيوه لا لا ما غديش نجوج والدي لا لا مناسبة أخرى غادي نجوج دولية قشتكم ووجدوا معهم الكادويات حيث هذه المناسبة تحلم بها أي مرة وأي سيدة والحاجة اللي زمينة هي أنها تجيغان مرة في العمر وحزار فزار نشوفوه وش غتي تعرفوها ومخليا لكم مدة ديال شهرين باش تفكروا فيها إياه يا للا قربت شوية إيوه زيدي فكري وخمشي هي نبدو على بركة الله الوصفة لأنه غايم وغايم والبنات غادي تخاسموا معايا وما نبغي نقلق فيكم توحدة المكوين ديالنا ديال اليوم يا للا تهوزي ديال المناسبة هو مكوين كيكون بزاف في البرد وحاجة اللي فيه زوينة أنه كي تستعمل لعصر الهدم وكذلك كي يعالج مشكل ديال الأماعيدة والأماعي اللي كي سبولينا ومشكل ديال الفقدان الشهية كي خلصنا أو لا كي ساعدنا باش يتعالجوا الكلاوي والمرارة دول التهربات اللي كيكون فيهم بسبب الدهنيات اللي هي زيدة وكذلك كي وقينا من مجموعة ديال المشاكل اللي كتبون في البرد من بينها الانفلوينزا والزوكا منازلات البرد إيوه عرفتي هولا نزيدك معلومات أخرى وأنا متأكدة بأنكي كتشوفي قدامك كل نهار غيره وللأسف شديد ما كنستعملوش بزاف أو بالأحرى حتى ما نناقص ورخيص ما تنعطيوش اهتمام كبير مع العلم أنه كي يساعد في إدرار البول وكذلك كي يغسلينا الكلي من الحجر كيف مسبق واذكرت من خلال هادي الفيديو وحاجة أخرى اللي نزيد هالك واللي أكيد غالية تبغي تعرفيها هو أنه كي هالج مجموعة ديالأمراض النفسية بحلقة لقولك تي أبو حصبية زائدة يعني إلا كنتي مع الصباح ومقلقة ودائما دائما دائما دا جربك الدنيا ما عليك إلا تشربه وتردع لي الخبار حيث غادي يساعدك على الاسترخاء في النوم وفي نفس الوقت غادي يحيد منك هذك المشكيل ديالأ في يقو ديالأ وسواس غادي يتطحي كيف ما تنقوله في سابع نومة ما غادي تجيبي الدنيا خبار حتى يصبح صبح والفجار يبدأ يأدن ايوه عرفتي المكوين ديالأ ولمازال أكيد قربتي من وراء ما عرفتي هل المعلومات كاملة قربتي تعرفيه وحاجة أخرى اللي أخصك تعرف فيها هو أنه تيغسل الجسم ديالأ من وراء الدورة الشيء اللي كيخليك أنك تخلصي من هذك المخلفات أو لا كتنقاي بطريقة اللي هي طبيعية باش ما كيتكونوش من بعد أكياس وكذلك مشاكل اللي هي صحية وللأسف شديد كيبانو بزاف عند نيسا أكيد فهمتوني وعرفتوني لاش كنتكلم كيف ما تقول المثل المغربي انت برقب وانا نفهم ايوه عرفتي هولا مازال ايوه نزيد وغير هذي ونكشفوه على الاسم ديالها بالنسبة الناس اللي كيعاني ومن مشكل ديال القلب وكذلك قلت النشاط دياله وتقل في الدورة الدموية العشبة ديالنا ديال اليوم رائعة بالنسبة لكم كذلك كتحاول على صحة العقل وكتحيد للضباب العقلي وكتزيد التركيز وكتحسن الذاكرة ايه هي الشيباية الحبيبة ايوه ما عليك إلا تنضيف تشري دابدة بقبيطة وهنا غدي نتقسم معاك طريقة ديال الاستعمال بدون تأثير سلبي وبدون اهمال غير حصار مليا المقادر والمدة ديال الاستعمال غدي تخدي منها وريقات الجوج على حسب انتي وجبتها حارة بلدية ولا رومية واكيد اكيد اكيد بزاف الناس كي ياخدوا الرومية لان البلدية كتكون قسارة وكتكون حارة ومرة وما الافضل هي اللي نستعملوها جيبوه وغسلوها قبل بلما طيب لانه للأسف شديد بعد الباع اللي يهديهم ما كي جيبوهاش من بلاسة اللي هي نقية حاولي انك تركزين على هاد النقطة من بعد ما غسلناها بضع دقائق او تواني فقط غن ناخدوه ونديروها في واحد الكاس اللي اكيد غدي نكونوا انفيدين ثلاثة الفيضات كاس ديال الحليب طالعة فيه ثلاثة ديال غليات تكيب قلينا غير نص كاس غدي نخوي عليها ومن بعد ومن بعد غدي نخليها يرتاح تقريبا واحد لمدة ديال ربوع ساعة اولى اشرة دقيق غير هو نغطيها ومن بعد غدي نضيف عليها نص كاس ديال الحليب اخر اللي هو بارد وغدا نخوي كل شيء في الكاسر هنا كيفما تشوفه معايا ارد فوق البوطة وندير الجوج ديال الغليات حتى الثلاثة على حسب نوعية ديال الحليب اللي عندك إلا كنت في البادية ودرت حليب اللي هو ديال البقر فمن الأفضل انك تريد لتا ديال الغليات يعني كتفيد المرة اللي اولا كتلع الكشكوشو كتحيدي من فوق البوطة كتنفخي شوية وكتعود اعود تاني ديال العملية المرة التانية واكيد من بعدها المرة التالتة ومن بعدها اللي غادي تغطيها وتخليها مدة ديال عشرة دقيق فقط ايه عشرة دقيق وكتحبسي كتخليها تطلق مزيان او لا تعطي الفعالية ديالها واكيد بزاف ديال الناس غادي يقولوا لي اللي غادي تجي مرة وحرة يمكن لك انك تديري معي القادية العسل الحر اللي اكيد غادي تعتك مجموعة ديال فوائد الجسم ديالك وتقوي المناعة وتحيد البرودة وكذلك غادي تغسل لك حتى الدات ديالك من الداخلي حيث كيف ما كتعرفو كيقول لك العسل الحر كيقلب عالدة في مكان كيجبدو وهذا الشيء لاش كنحاولو ما امكان انا نعطوه اللي ولدة صغار غير بالكمية اللي هي قليلة ايوه نخليها مدة ديال عشرة دقيق وانطلقوه من بعض مع بعضياتنا من بعد عشرة دقيقة تاخدها وتصفيها واكيد غادي تشربها وانتياف الفراش ما تشربش منورها الماء هذه من جهة ومن جهة اخرى حاولي ما امكان انك تدفى وتغطيه مزيان غا تحسي براسك طلعاتك العرقة الشيء اللي غادي خلي ان الجسم ديالك يتخلص من سموم دياله عبر هاد الطريقة اللي هي طبيعية او لا عبر العرق اللي احنا عارفين انه كتبدا الجسم او لا كيبت تتبدا الدات كتفرز مجموعة ديال السموم اللي كتكون في الداخل عن طريق العرق او عن طريق الفتوحات اللي كتكون في الجلد والمسهم هذه من جهة اما بالنسبة المرضيعات غادي تديريها للوحدة اكيد الي كنتي دوستي اربعين يوم ليلة وحدة وكتحبسي وما كتبقيتش عوديها حتى المرة الجاية او لا تتوقف الرضاعة نعاود ناكد على هاد النقطة المرضيعات مرة وحدة ليلة وحدة في مدة تدير اربعين يوم وكتحبسي يعني من اللي كتكون في الدورة ما تديريهاش بمعنى من اللي كتكمل الربعينية كتتخذيها مرة وحدة وما كتبقيت تعودها نهائيا كل شهر حتى كتكمل الفترة دي الرضاعة حاجة اخرى اللي جد مهمة بالنسبة النهار اللي غادي تديري في هاد الوصفة غادي تحاولي من وراها ثلثيان ما تردعيش لوليد او للبنيتا لكن كتبقيت ديري هادي كتغلي باش ما تيتكبتش وما تيتحجرش لك الحليب وحاجة اخرى اللي هي جد مهمة ما تتعطيش بالمرة لوليد او للبنيتا الرضاعة الطبيعية باش ما توقعيش في مشكل دي الماضاق اللي كيكون اول شيء مختلف عليه تاني شيء كيكون مازال باقي شوية تيمشو هاد الافرازات في الحليب وكيكون ماضي على الوليد او للبنيتا اللي كيكون العمر ديالو مازال صغير حنا درناها غير باش كنحيدو هادوك المخلفات ديال نفاس وكذلك كنحيدو كما تنقولو البرد او لا البرودة لكن كنعود ان اكد تلتيام ما تردعيش الوليدو للبنيتا وفي نفس الوقت استعملي تيغلي واكيد اللي بغيتو وصفات من هاد النوع اللي كانو كيديرو لجدوات ديالنا باش كي حزمو الراس ديال نفيسة وكذلك تب النسبة للوليد ولا البنيتا بحال تبيخة وغيرها ملا شو بلي كانو كيعطيهم لهم باش كي يزقع لهم هادوك الالم او للمغص ديال الامعاء ديالهم بسبب الحليب وكذلك حتى بمشكل ديال الطياب وغيرو معلكم الا تخليوها لنا في التعالق ونحن ان شاء الله بإذن الله غادي نكونوا في الخدمة ما تنسوش ان انا دائما كان بايوكم وكان حاولوا ما امكان ان نقدموا لكم كل ما هو جديد كل ما هو مفيد كنتعبوا كنعيوا على قبالكم وكيف كان عودها دائما وصفتنا موخودة او لم مقتبسة من التوراة المغربي الشعبي لليها 80 و 90 سنة كان قدموها لكم بأدق التفاصيل والمعلومات طريقة الاستعمال ومدة الاستعمال ما شغل مجرد وصفات لهي عشوائية ما بقى يا ايل نوداكم ونقول لكم تلو فرصكم وإلى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله بإذن الله على القناة لك اصبريكم